بطبيعة الحال اليوم وبسبب كمية الضربات المباغتة المفاجعة التي بدأ يتلقاها الحزب منذ يوم أمس لم يصدر حتى هذه اللحظة حزب الله أي بيان يؤكد أو ينفي أو يعلق على عملية اغتيال أو على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه صفى أمين عام حزب الله حسن نصر الله قبل قليل هناك معلومات وردت بأن المرشد الإيراني علي خامنئي قد يصدر بعد قليل بيانا يعلق فيه على الإعلان الإسرائيلي عادة في هذه الحالات عندما كانت إسرائيل تغتال قيادات كبيرة في حزب الله طوال الأسابيع الماضية يخرج الجيش الإسرائيلي ويعلن عالنا ويؤكد بأنه قتل فلان وهو يحظى بهذه المكانة المعينة مثلا في حزب الله وكانت دائما تستتبع هذه الإعلانات تأكيدات من قبل حزب الله بأنه فعلا هذا القياد قد قتل إذن الجيش الإسرائيلي دائما ما كان ينتظر حتى تأكد النهائي قبل الإعلان عن أي عملية اغتيال مفترضة اليوم الإعلان الرسمي هو فقط من الجانب الإسرائيلي ينتظر اليوم من حزب الله ماذا سوف يقول ماذا هو فاعل كيف سيعلق من هو البديل إذا كان فعلا ناصر الله قد تم اغتياله ونحن عندما نتحدث عن عملية تصفية فإننا نتحدث عن تصفية عدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية وربما السياسية لحزب الله في هذه الغارة من بينها علي كاركي وهو مسؤول الجبهة الجنوبية لحزب الله إذن لا يوجد حتى هذه اللحظة أي شيء يوضح الآن موقف حزب الله خارطة طريقه لم يخاطب حتى هذه اللحظة جمهوره منذ يوم أمس وهو يصدر البيانات التي يعلن من خلالها قصف برشقات صاروخية محددة مناطق معينة في الداخل الإسرائيلي وأيضا أصدر بيان نفع فيه المزعم الإسرائيلية بأن هناك مراكز عسكرية ومخازم ذخيرة وأسلحة تحت الأبنية وبين الأبنية التي يجري استهدافها في الضحية الجنوبية لبيروت بطبيعة الحال اليوم رمزية ومكانة نصر الله ليس فقط على مستوى اللبناني وليس فقط أيضا على المستوى الشيعي إذا صح القول والعلاقة ما بينه وما بين جمهوره أيضا على مستوى ما يسمى بالمحور الإيراني لأنه معروف أنه هو الذي تولى إدارة هذا المحور وعمليات الربط والتنسيق ما بين مجمل أطرافه عندما تم اختيال قاسم سليماني بداية العام 2020 إذن هذا الموضوع إذا حصل فإنه يشكل منعطف كبير جدا في هذه الحرب منعطف كبير جدا على مستوى المنطقة على مستوى المستقبل التكوين السياسي للبنان وأيضا المستقبل النهائي لحزب الله لعناصر حزب الله إذن هي أحداث متسارعة وفق خبراء ربما قد تكون الحرب دخلت في المرحلة الثالثة لأنه هجمات البيجر يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي تصنف على أنه دخول في مرحلة ثانية من الحرب عندما كانت المرحلة الأولى هي مرحلة قواعد الاشتبات المضبوطة ضربة مقابل ضربة اليوم قد نكون دخلنا في المرحلة الثالثة هل هناك مراحل تصاعدية أخرى الجيش الإسرائيلي لا يزال يقول بأنه أو مصادر تتحدث بالنيابة عنه أو تسرب معلومات بأنه هذه الضربات الجوية إذا نجحت فإنها سوف تغني عن أي عملية عسكرية برية في الجنوب الجيش الإسرائيلي أيضا في بيانه اليوم عندما علق على اغتيال نصر الله قال أنه نأمل أن يكون هذا الاختيال نوع من الاستدارة أو التراجع الذي سيقوم به حزب الله في هذه الحرب الجيش الإسرائيلي لا يزال يهدد ولكن اليوم نستطيع أن نقول أنه ما يجري حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نصفه بالحرب الشاملة على لبنان لأنه لم يتم استهداف أي منشآت تابعة للدولة اللبنانية أن كان المطار المرفأ شركة الكهرباء أي مرفق منشآت تحتية وأيضا الجسور وأيضا لم يجري استهداف كل الجغرافيا والبقعة اللبنانية هناك بقعة يتم القصفها للمرة الأولى في هذه الحرب ولكن يتم استهداف نقاط بعينها ربما شقق سكنية بعينها أهداف بعينها ولكن لم تنتقل كل هذه النار إلى مجمل البقعة اللبنانية الأنظار أيضا اليوم مشدودة إلى أي مساعي سوف يقوم بها في الساعات المقبلة كل من رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي ورئيس البرلمان أنه بيهبر على المستوى السياسي من أجل التفاوض على وقف إطلاق النار ولكن هنا للأسف طالما المشهد هو بهذا الغموض القاتم لا أحد يستطيع تفكيك اليوم كل الألغاز التي فجأة تندفع أمام اللبنانيين وتنفجر في وجه اللبنانيين من سيفاوض نيابة عن حزب الله هل سيعين حزب الله أمينا عاما جديدا هل إيران سوف تفاوض هل تم تداول بعض الأسماع حول خلافة حسن نصر الله في الحزب بالأساس أكثر اسم كان يتم تداوله في الأوقات الماضية حتى قبل اندلاع هذه الحرب عن خليفة محتمى لنصر الله هو هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي ولكن بطبيعة الحال اليوم لم يكن أصلا حزب الله يعني يفترض أن يوما ما قد يتم الاختيال أو تصفية أمينه العام حتى هذه اللحظة الجمهور التابعة لحزب الله لم يتقبل أو لم يصدق الإعلان الإسرائيلي لا يزال يضع نصب عينيه أملا وينتظر بيان من الحزب للتأكيد أو للنفي نعم ونوع من الحرب النفسية وأن يكون لا يزال على قيد الحياة ويدير هذه الحرب ولكن اليوم المفاوضات هل رئيس المجلس النواب نبيه بري هو الذي سوف يفاوض هو الذي سوف يوقع بالنيابة عن حزب الله أي اتفاق محتمل مع إسرائيل أم أن إيران هي التي سوف تفاوض هي التي سوف تقرر هل تعد إسرائيل ضربات هجمات كبيرة جديدة ربما قد تستهدف اليمن أو العراق أو الفصائل الميليشيات الموالية لإيران في سوريا وربما إيران نفسها الأراضي الإيرانية نفسها من أجل أن تسرع نهاية هذه الحرب وتلحق الأضرار الأكبر بالمحور الإيراني هل إيران اليوم سوف فعلا تدخل بمواجهة عسكرية مع إسرائيل أم لا هي حيدت نفسها بالكامل والذي يواجه فقط هو حزب الله هي أسئلة لا إجابة عنها حقيقة لا يعرف المواطنون اللبنانيون على أي أسئلة يجيبون عن ماذا يفتشون هل يفتشون عن الضحايا تحت الركام هل يفتشون عن الجرحة في المستشفيات عن وسائل تنظم حياة النازحين التي باتت كالجحيم يوم أمس كان النازحون يهمون على وجههم هناك حركة نزوح من الضحية الجنوبية بعد أوامر إخلاء إسرائيلية ليال نعم الضحية الجنوبية لا تزال تشهد عمليات نزوح منذ يوم أمس لا مأوة لهم لا وجهة يتجهون إليها بعض المدارس فتحت أبوابها بعض المراكز هنا بعض المجمعات الثقافية الفنية أو الرياضية فتحت أبوابها لهؤلاء الناس افترشوا أرض هذه المجمعات لا يوجد مقتنيات لا يوجد أي وسائل للعيش لهؤلاء الناس إن كان على مستوى الغذاء أو على مستوى حتى تأمين أبسط المواد من أغطية أو أماكن ينامون عليها هي فعلا كارثة حقيقية وهي أحداث متسارعة دراماتيكية بإيقاع سريع ربما في العصر الحديث لم تشهد أي حرب هذا الإيقاع السريع وهذه الأحداث الدراماتيكية الصادمة كما يحصل اليوم في لبنان في حرب إسرائيل على حزب الله لا نزال نحن ننتظر هل فعلا سوف نفاجأ خلال الساعات المقبلة بوقف فوري لإطلاق النار ضمن شروط معينة أم أن سوف يخرج حزب الله ببيان أو سوف يفاجئنا بتعيين أمين عام جديد أو سوف يفاجئنا بأن أمينه العام لا يزال على قيد الحياة وبأن المعركة لا تزال تدار على مستوى القيادة العليا علما أن كل المصادر تتحدث عن أن القيادة المركزية العليا في حزب الله مفقود الاتصال بها كليا منذ يوم أمس وبالتالي هي فعلا حالة ضبابية نوع من السوريالية إذا صح القول إذا أردنا أن نوصف هذا المشهد على المستوى العسكري السياسي هي أغرب أغرب ربما أنواع الحروب في العصر الحديث حتى بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لم تشهد أي جهة قاتلة إسرائيل هذا الوضع هذه الوضعية هذه الضربات المتتالية والممنهجة وهذا الإنعدام في الأفق والإنعدام في الرؤية وفي المجال أصلا لتفسير كل هذه الألغاز التي تفاجئ اللبنانيين ربما قد تحمل الساعات المقبلة مفاجآت جديدة ولكن بطبيعة الحال يبقى المدنيون هم الذين يتعرضون للقصف يدفعون الأثمان لا يوجد أي حماية لهم ومن ينزح أيضا لا يوجد بدائل لحياتهم فقط هم تركون لمصيرهم والتعويل اليوم على أي حراك سياسي إن كان من داخل لبنان أو من خارج لبنان طبخة سياسية معينة تسوية سياسية تنتشل البلاد من النفق المظلم الذي دخلت به أشكرك جزيلا شكر مراسلة اليوم ليال خربي على كل هذه التفاصيل والإضاحات كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت ترجمة نانسي قنقر